ممكن لنكتل نحن هنتكلم النهاردة على تصميم الكومبريشن ميمبر الكومبريشن ميمبر ممكن يبقى ريكتانجلر سكور سكشن وإذا بيبقى بيرفكت لو كان الكولوم الباكتنين بتاعه LX و LY من تسويين ممكن يبقى ريكتانجلر هولو سكشن ممكن يبقى one angle لو قطع صغير في أحمل قليلة ممكن يبقى two angles back to back لو كان بريسنج ميمبر وممكن الانجل دي تبقى lipped angle علشان نحسن البروبرتز بتاعتها بتاعت ال local buckling ممكن برضو يبقى one channel أو lipped channels ممكن يبقى two channels back to back وممكن يبقى two channels lipped two channels back to back وممكن يبقى هات سكشن وممكن يبقى two channels tip to tip بحيثهم يكونوا شكل البوكس سكشن احنا لو عندنا عمود لو عندنا عمود عليه axial load كده قبل ما نحمله بيبقى perfect straight بعد ما بنحمل العمود بيبتدي يحصل فيه deformation due to buckling بيحصل فيه delta في نصه احنا لو خيلنا ان فيه هنا عندنا hinge في النص وطبعا العمود ده كان اصلا hinge hinge فلو تخيلنا ان هنا فيه hinge في النص هيبقى 3 hinge element هيبقى طبعا unstable unless لو احنا عملنا rigidity للوصلة عند النقطة دي stiffness k والk دي ممكن هتبقى عبارة عن ايه هتبقى المومنت بتاعي في هذه الحالة المومنت اللي هينشق عن المis alignment ده اللي هو came to be في delta هيبقى مفروض يبقى اكبر من rigidity بتاع the connection ايه يبقى ايه اذا المومنت اللي هيتولد للعمود due to المis alignment هيبقى عبارة عن الاكسيال لوت في الدلتا والاشارة بتاعته بالنيجاتيف ولو حبينا نشوف العلاقة ما بين الديفورميشن along axis x هنلاقي ان اقدر اعملها بالاكويشن اللي هي partial two delta by partial x square هيساوي اه m multiplied by e i والمومنت طبعا احنا كنا بنقول ان هو عبارة عن في الدلتا هنجيب الكلام ده الناحية التانية هتطلع معادلة اه من الدرجة التانية المعادلة دي علشان نحلها هتاخد شكل sine wave لان هي دي معادلة مشهورة حلها عبارة عن ان دلتا هتساوي اي كوزين cx زائد بي ساين cx معادلة من الدرجة التانية عشان نقدر نحلها محتاجين ان يعرف الايه والبيب كام فلو طبقنا البوندري كونديشن ان العاد x بتساوي zero الدلتا بزيرو وعد x برضو بتساوي l الدلتا بزيرو هنقدر نجيب استوابت a و b وهيطلع شكل المعادلة في الاخر b critical بتساوي n square في pi square ei على l square طبعا المعادلة دي كلنا عارفينها دي معادلة تيموشينكو وده critical buckling load اللي هو pi square ei على l square وان هنا ديته بتعبر يعني لو ان بواحد هتبقى ده first buckling mood لو العمود هين change لو ان اتنين هيبقى ده second buckling mood وده هيبقى شكله ولو ان بثلاثة وهكذا يبقى عندي three buckling waves وهكذا المهم ان general formula بتاعتي ان العمود لما يتحمل عليه axian load حيحصل له failure لما يوصل الحمل دوت لp critical اللي هي عبارة عن اولر load اللي هي pi square ei على l square اي 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 د описa lot Eso my PARL B line tould middle commanders Và i it slow down治 Arizona لو شنا الانيرشا وحطينا بادلة area في radius auguration square وده測لنا radius auguration خلينا البسط مقامل مقام هتطلع peak radical عبارة عن pi square ei A على L over I square لو أسمنا الطرفين والطرف الثاني على الأرية هنوصل هنا أن P critical على الأرية هتوبيل F critical هتساوي البي سكوير في ال E والA هتروح مع الA تحت هتساوي باي سكوير في ال E على L over I square وده معناها أن العمود اللونج كولوم لما يجي تحمل بأحمال هتوصل هيحصل له عند لما توصل البي لبي أولر اللي هي باي سكوير EI على L square والcritical stresses باي سكوير في ال E على L over I square لو خدت بالك هنا من critical stresses ملهاش علاقة من نوع الحديد يعني لو أنا حطيت عديد دستيل اتنين وخمسين سبعة وثلاثين اربعة واربعين كلهم هيحصل لهم فيلير على نفس البي كريتيكال اللي هي بتاع البي أولر وده بيحسب بس للونج قل طيب هل الكولومس كلها لونج طبعا لا طبعا لا طبعا المعادلة دي اللي هي بي كريتيكال اللي بتساوي باي سكوير في ال E على L over R square لو احنا رسمناها المفروض ان ده بي كريتيكال هرسمها مع لندا اللي هي اللي هي علاقة بL و سكوير هتبصها نلاقي المفروض ان ده ان كل ما طول يزيد كل ما البي كريتيكال تقل لحد بتوصل للزير ولو الطول اصبح بزيره هتوبقى البي كريتيكال مالا نهاية وطبعا ما فيش عمود يقدر يشيل مالا نهاية حل فعشان نحل المعادلة دي احنا مش كل الاعمدة long فيه اعمدة short فيه اعمدة medium اذا هيبقى عندنا خط فاصل كده اللي هو بيقسملي اللي بيقول لي هنا هيبقى عندي elastic buckling وهنا هيبقى عندي elastic buckling ال elastic buckling يعني العمود طويل والفلير بيحصل على كي اولر بغض النظر نوع الحديد ايه والshort column والmedium column هيحصل لهم ان elastic buckling اه ودول هيبقوا عند الحد الفاصل لما لندا بتساوي اه 1.1 وقيمة لندا المفروض عبارة عن kl over r جاز f yield على e وقيمة f critical هتاخد هذا الشكل f yield f critical لو لندا c اقل من 1.1 يعني عندي elastic buckling منطقة دي اللي هي متوسط او قسير احتبقى f critical عبارة عن f yield ناقص 0.384 لندا square اه ولو العمود طويل ولندا اكبر من 1.1 f critical هتساوي 0.648 في f yield على لندا c square لو خدت بالك ان لندا c داخد فيها جزر f yield فانا عندي المقام في f yield وانا سوري فانا عندي المقام اه لا اللي هو لندا c في جزر f yield وسquare يبقى f yield فf yield بتروح مع f yield يعني فبيبقى العمود الطويل f critical بتاعته لا تعتمد على نوع ال yield بتاع الحديد واي نوع الحديد اقدر استخدمه ودي المقام اذا انا لو عايز اصمم عمود او لو انا عندي عمود وعايز اعرف بشيل كم طن كل ما هعمله ايه هحسب l over i هحسب لندا c وهشوف هتابع ال اقوشن الفوق ولا تحت ومنها هيبقى عندي جبت f critical طب العمود هيشيل ايه f critical طبعا هيشيل nominal axial load اللي هو f critical في area grass و عايشي في area grass ولو انا شغال بالإيه ده يبقى ال resistance factor المفروض يبقى بيساوي area grass في f critical اللي احنا حسبانها و عايزين بس نقول ان احنا slenderness ratio في الاعمدة لو main element لو العمود main member lower eye ما تزدش عن 180 ليلاندا يعني ولو كان bracing member ممكن نخلي الاندا ما تزدش عن 200 طبعا tension member كانت lower eye تزدش عن 3 طب الباكلي الانس بتاع الكلوم هنعرفه ازاي لو انا عندي العمود hinged hinged زي الحالة دي دي في الكود طبعا هيبقى الباكلي lens coefficient بواحد لو عندي العمود fixed free زي عمدة النور هيبقى الكي ب 2.1 ال theoretical value لها 2 لانه ده شكل deform shape وعشان يرجع لل origin هياخد الشكل ال parapula بتاعته كده ولو كان fixed fixed theoretical بنص لكن عشان كل الوصلات الريجد فيها شوية releases فهناخد الkey recommended في design 0.65 لو fixed hinged theoretical 0.7 و recommended 0.8 اخر حاجة بقى العمود اللي هو اما fixed guided اما hinged guided وguided يعني ايه يعني هو مربوط بقامرة الانيرش بتاعتها كبيرة جدا بالنسبة الانيرش بتاعت العمود كأن مثلا ده framed truss truss بيبقى ديبس كبير الانيرش بتاعته كبيرة بالنسبة ل column هيبقى في الحال دي لو الاعداء في fixed هيبقى ده deform shape هنا ممنوع من deformation هيبتدي يباكل وعشان يكمل الشيب بتاعه هيكمل كده فالمساب دي 0.0 0.0 يعني الك buckling lens factor بواحد وعشان ما فيش قاعدة فيش 600% هناخد 1.2 لكن لو كان hinged guided يعني مربوط برضو بترس أو camera very rigid بالنسبة العمود هتبقى ده شكل buckle shape وهيبقى كأنه hinge وهيكمل هيبقى 2L وال theoretical زي بعض 2L طيب أنا عندي ممكن حاجة من الاتنين يا إما أنا عندي القطاع عارفه فده سهل يبقى أنا هحسب properties بتاعته هحسب area gross بتاعته هحسب lower i بتاعته هحسب lambda c وهحسب pf critical وهضرب f critical resistance factor area gross وطلع p ultimate بتاعت العمود أو عندي حاجة عندي العمود عارف طوله بس معرفش قطاع بتاعته وعندي force في الحالة دي هحمل ايه في الحالة دي لازم حفرة قطاع وهعمل تشيك على قطاع لو كان safe كان بها لو كان on safe هرجع أزود ما عندي ش حل آخر كده لو احنا رحنا للدزاين بطريقة allow versus design allow versus design الحد الفاصل ما بين long column short column هو lambda اللي بتسوي k over i عند المية عند المية بالزبط لو long ده اكبر من 100 هتبقى دي معادلة بتاعة p color اللي بحس عليها الفيلير لها pi square ei على k over i square وحنا k هنا هناخدها بواحد على انه هنجد هنجد لو اسمنا p color على area هجيب f critical وهنا i اسمها على area وال i على area لو جبتها عبارة عن الجزر التربيعي ل r square واجبها في مقام المقام اذا هتطلع f critical pi square e على k over i square لو خدت factor of safety قيمته اتنين وتلتين هتطلع لي f critical 7500 على k over i square ده long column short column هتبقى المعادلة عبارة عن طبعا هنا فاكرين لو tension member بتبقى allow versus بتاعتي عبارة عن f yield على factor of safety قيمته 1.67 يعني 0.58 f yield وده لو كان عمود ما علاهوش اكسيا عليه بس yielding وفيش فيه اي buckling قصير جدا مثلا ناقص 0.58 f yield ناقص 0.75 مضروح فلاندس square على 10 000 لو عوضنا هنا f yield لكل نوع من أنواع الsteel 37 نحط f yield 2.4 steel 44 نحط f yield 2.8 وsteel 52 نحط f yield 3.6 هتطلع لي f critical بالمعادلة دي حدي 37 هتبقى 1.4 ناقص 0.00 0.00 0.65 لاندا square لو انا عوضت هنا لاندا 100 هتطلع لي 0.75 اللي هي 7500 على لاندا square عايزين نقول احنا احنا بنعرف طبعا التصميم بال LRFD علشان الكود الماصف بتاعنا الحد النهار ده شغال كده وشغال كده انك احنا طبعا في الامتحان هنبقى استقض بال LRFD يعني كل الاسئلة في الامتحان هتجاوب عليها بال LRFD دي شكل الéquوشن بتاعت الديزاين بتاعتي DF CRITICAL عن DLONDA أقل من 100 DF CRITICAL وعن DLONDA أكبر من 100 ب7500 على كيل الورقال هنيجي بقى نشوف حاجة اسمها LOCAL BUCKLING يعني ايه LOCAL BUCKLING يعني انا لو انا عندي قطاع حطيته UNDER COMPRESSION وقطاع ده كان بلاتات بتاعته رفيا هيحصل الله ايه هيحصل LOCAL BUCKLING ولما يحصل الله LOCAL BUCKLING هتم باعج لما يحصل الله ينباعج LOCAL BUCKLING هيبتدي توزيع على القطاع يبقى ايه مش UNIFORM وهنبتدي ندور على طريقة حل نبتدي نشوف ازاي اعتبر وإن ازاي اعتبر القطاع اللي هتعمل معاه في الحالات دي اللي بعد ما حصل LOCAL BUCKLING هتعامل مع القطاع l-EFFECTIVE SECTION قبل بقى ما ادور على l-EFFECTIVE SECTION عايز اعرف اعرف منين القطاع ده هيبقى cylinder اولا لا هنقول ان القود المصري او الامريكي او whatever اي قود بينصنف القطاعات ثلاثة انواع نوع اسمه compact section ده تخنته كبيرة مش هيحصل LOCAL BUCKLING في نوع تاني اسمه non-compact section تخنته still كبيرة مش هيحصل LOCAL BUCKLING لكن اقل من compact section في نوع تالت اسمه slander section ده هيحصل LOCAL BUCKLING وهطر دور على l-EFFECTIVE SECTION عشان اشتغل على القطاع اللمس بتاعتي ايه انا عندي القطاعات نوعين يقيم معاني ستيفن زي الفلانجة دي الفلانجة دي مربوطة مع الوب من ناحية وفي من ناحية وعندي الوب ده ستيفن مربوط من ايه من ناحيتين بالفلانجة عندي الانجل دي كلها on ستيفن لان كل لانز مربوطة من ناحية وفي من ناحية القطاعات اللي هي on ستيفن بتبقى بنس يبقى لاندا بتاعتها البي على تي لو اقل من 17 على جزر F بتبقى كومباكت لو اكتر من 17 على جزر F بس اقل متى 20 على جزر F هتبقى non كومباكت لو طلعت اكتر من 20 على جزر F هتبقى slender والقيمة دي تقريبا 15 لو كانت F 2.4 في 67 بتاعتين الوب بقى عشان ستيفن مربوط من فوق ومن تحت هاي بقى بتاعه اقلب كتير وبالتالي بدلا ما بنقول هاعتبره كومباكت لو كانت B على T اقل من 17 لا هتبقى هاوصل 58 على جزر F ولو كان H على T اقل من 64 على جزر F هيبقى non كومباكت ولو اكتر من 64 بقى slender والنسبة دي تقريبا في 37 41 ممكن قول 40 عشان خفضنا شوية نس اذن اما يبقى عندي قطاع لازم اختبره اشوفه هو compact non compact او slender لو compact non compact هشتغل عادي لو slender هتتدور على effective section طب القطاع اللي هو عايزين نصممه لو كان عمود وطلع slender ايه اللي هيتغير في الديزاين لو عمود وكان slender وهنحسب له effective section هنتعامل معه ازاي اول حاجة هحسب فاكتور اسم q وq ده نسبة area effective على area gross اذا اول حاجة هحسب area effective وهجيب فاكتور area effective على area gross وحضر بلاندا c اللي هي المعادلة بتاعتها k l over r على r pi في جزر f يلد على e دي اللي احنا بنقول لو اكتر من 1.1 يبقى لو هي اقل تبقى short column او medium column دي equation بتاعته ولو long لو كانت اكبر من 1.1 دي بنعمل lambda q دي هنا بضرب ها في lambda c وفي المعادلة بتاعت f critical short column بنضرب field في q وبندرب هنا كمان في q يعني بنعمل ايه بنعمل reduction ل critical stresses وبالتالي بعد ما بحسب f critical بيبقى في p nominal بتاعتي عبارة عن area gross في f critical ده لو انا شغال بالl rfd اذا لو انا شغال بالl rfd بحسب الفاكتور بتاع q اللي هي العلاقة من area factor وطبعا واضح انه اقل من 1 وبضرب lambda c في جهاز q وبضرب كمان f critical معادلة بتاعت f critical بدرب f field في q لو long ما بدرب ش في حاجة هنا طبعا لان اساسا ما بيفرقش معايا l-disperses في اي حاجة طيب طب ازاي بقى احسب الarea effective بتاعتي احنا عندنا two code واحد بتاع ال as d وبتاع l rfd كل واحد بيقول لي احسب ال b effective ازاي المورد b effective زي ما انتم عارفين عبارة عن ال ro في stiffened يعني زي مثلا ال box section rectangular hollow section زي ال web هتبقى ال ro بتاعتي واخد 1.1 lambda bar rho نقص 0.16 نقص 0.1 psi على lambda rho square psi طبعا هي نسبة ال compression ل tension لو العمود compression حيب psi بواحد على طول و ال londa بتاعتي عبارة عن بي داش على t على 44 جز في يد على k sigma وال k sigma اللي هي plate buckling factor بتعتمد على psi وال k دي ما عفنا حفظين لها رقمين لو كان قطاع stephen بتبقى بربعة لو كان قطاع on stephen بتبقى 0.43 لو element on stephen زي الفلانجات زي الانجل هتبقى ال ro تاخد شكل المعادلة دي ال rfd بيدي معادلة ال b effective هو ضرب بقى ال ro في b ضربهم مع بعض وقالك ال b effective لو قطاع uniform on stephen element هتبقى ال b effective بالمعادلة دي ولو قطاع stephen element هتبقى ال b effective بالمعادلة دي ولو قطاع circular هتبقى d على t و d على t ما بين point 1 e على f y و point 4 5 e على f y هتبقى ال q هتاخد area effective على area gross ومعادلة عايزة اقولك لو انت جبت ال b effective سواء بالمعادلة ديت او المعادلة دي c هتلاقي الارقام قريبة جدا من بعض ما مش فارق اذا كنت هحسب ال ro من الكود بتاع ال as d ولا هحسب ه من الكود بتاع ال r d في الاخير هتلاقي الارقام قريبة جدا من بعض في ال as d بقى لو انا عندي قطاع slender هعمل ايه بحسب area ال peak critical بتاعتي او ال p maximum بتساوي area effective f c وال f c ما معاملش فيها حاجة تسيبها زي ما هي اذا الفرق الكود ده عن الكود ده ايه في الكود بتاع ال r d بعمل reduction لل stress وبتبقى ال p nominal عبارة عن area gross في f click في الكود بتاع allow resist design بتعمل مع area effective على طول وما بعملش reduction لل stress هنتبق بقى الكلام ده كده في ال example ده على قطاع i section القطاع ده عبارة عن web 600 في 6 و 2 flange 200 في 6 وال عمود طوله 6 متر وال x بتساوي l y بتساوي 6 متر طبعا هو احنا هنا عايزين نعرف maximum compression force اللي قدر العمود ده شيلها سواء كانت بطارية l r fd طبعا 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 انت خدت بالك هنا هتلاقي h web على t web 600 على 6 يعني 1 على 100 اكتر طبعا من ايه من 41 فواضح ان ال web slander الف lange لو خدنا 200 خدنا نص الف lange 100 و8 على 6 هتطلع لمية على 6 قريبة شوية هتطلع ب15 يعني على حروق حروق كده مع ال ايه ان هي تبقى slander flange طبعا عشان اتعامل بالمسألة دي عايز اعرف ايه في المسألة دي عايز اعرف p maximum بكام عشان اعرف p maximum بكام انا محتاج اعرف اول حاجة ال properties بتاعت القطاع area gross inertia gross i x وال i x small وال i y وال i y small و اللي هو ال radius of generation حاولين x و y واجيب l over i وخلي بالك لو قطاع slander انا بحسب l over i لل gross خلي بالك من النقطة دي كويس لو انا قطاع slander بحسب l over i للقطاع gross وبحسب l x و l over i x و l over i y وزا ما انت عارف l x على x 35 و l over i 64 وانا طبعا باخد الكبيرة اللي براية كبيرة ان هي دي control دي اللي buckling عصل عليه عوالين y الاول وهي دي اللي هشتغل بيها طب دي اول حاجة حصلنا properties بتاعة gross هبتدي برضو امسك القطاع اشوفه هو slander ولا non compact ولا compact هاخد الفلانجة انا مفروض باخد الطول الحر للفلانجة يعني باخد b flange على اتنين هتطلع لي تسعة واحد لما اسمها على point six طلعت للنسبة خمستاشر المفروض ان الحد الاقصى بتاعي سوى 25 على جاز ريف يديني 14.8 يعني flange slander الweb برضو هاخد الage 600 هطرح الweild فوق الweild تحت هطرح 2s وهطم على التخانة هتطلع 68 يعني اكتر من 64 under هتطلع احسب effective flange width والeffective web win بالمعادلات بطبق في المعادلة تطبيق direct تطبيق الbe effective لل stephen deflange point seven eight فتخانة اللي هي point six جازر ال e 2100 على f ييل واحد ناقص point one three في الbe التي لانا لسه بحساب فوق جازر e على f ييل 13.1 هي مفروض انها 9.1 يعني حتى طلع effective بتاعها اكبر من عرض flange فطبعا ايه flange واضح انها ايه هي مش slender وانها كلها effective الweb هحساب ب effective بتاعته فهتطلع 30 سنتي وطبعا الweb في reduction اه لو انا هشتعل بال sd وال rfd هقسم كده جدوى جنب بعض وكده في الطريقة اللي عارف دي بنعمل ايه هساب الarea effective هنجيب q على area gross طلعت factor 0.7 هحسب lambda c اللي هي kl over r الكبيرة طبعا اللي هي 64 على pi جزر f على e هضرب ها بجزر q هتطلع lambda c 1.4 واضح ان العمود طويل اكبر من 1.1 lambda c اذن f critical b 0.648 f يد على lambda c square 0.5 والعمود ده يقدر يشيل ايه بقى f critical هضرب ها في area gross هضرب ها في resistance factor اللي هو 0.8 يعني يقدر يشيل ultimate load 24 طبعا لو انا شغال بال acd هحسب elever i طبعا طبعا 7 64 اذن f critical 7 500 على elever i square 3 0.27 العمود ده يشيل allowable load at the a f critical في area effective هنا بقى عملنا reduction في area فناخد f critical كلها فقدر يشيل allowable أو p allowable 11 هناخد بقى العمود مربع rectangular roll of section ايوة احد بتكلم لي سؤال حد دايز يسأل المسأل اللي فات انا جبت الاس ويلد منين مش سامعة علي صوتك المسأل اللي فات انا جبت الاس ويلد منين نعم الس ويلد انا فرضتها فرضتها يعني الويلد انا فرضنا ان هو ملحوم ب6 ملي فرضية يعني لان الويلد بيبقى لي design اصلا ويبقى يعني. نعم. الويل بيبقى لي ديزاين ويبقى لي سمك يعني معين يعني. اي افرده احنا فرضنا اربعة ستة ميلي عايز افرده اربعة ميلي افرده مش هيفرف المسألة حاجة برده. تمام مش. مش. اه عندنا بقى اخر مسألة عندي عمود ريكتانجلر هولو سيكشن ماتين وتلاتة في ماتين وتلاتة تخنته اتنين وستة طوله تلاتة متر اف فيلد تلاتة وستة من عشر طن على سنتيمتر مربع. ال اكس بيسوي الوي بيسوي تلاتة متر. اه. عايز يعرف العمود بيقدر يشيل كم طن. زي حاسمناه بس هنعمل هنا ايه? بالترتيب كده هنعمل ايه? اول حاجة هنشوف القطاع بتاعنا. الاريا والاي اي اكس والاي واي والريديس اف جاي ريشن اللي هو جازر الاي على الاريا. اه دي اول خطوة مهمة. واحنا عارفين ال الوبر اي بحسبه للجروس سكش. طيب. وبعد كده هعمل ايه? احسب الوبر اي وبعد كده هعمل ايه? هدي الوبر اي طوله تلتمية والريديس اف جاي ريشن بعشرة. فتلعب سبعة وعشرين اقل من مية. يعني ده شورت كولوم. ازا انا بتكلم على الاس دي. ازا اف الاوبل هتساوي ده سي اتنين وخمسين. ده سي اتنين وخمسين. اه الاف الاوبل باتنين طنع سنتيمتر مربع. يبقى عشان اعرف بالشي كم طن فاضيلي ايه? فاضيلي احسب الاريا افكتف واروح ضارب الاف الاوبل في الاريا افكتف. عشان اعرف الاريا افكتف هبتدي امسك بيه على تيف كل واحدة. طبعا البيم بمئتين. بطرح كورنر ده وكورنر ده. بحسب اتنين. بطرح اتنين قرده تي. واسمع تي. وشوف النسبة. اتنين وسبعين. خليه فاكر برضو ان مفهود النسبة دي ما تزدش عن تلتمية. اه طبعا ده ده ستيفند. ازا الكيب اربع والابسايب واحد. والادي لاندا رو والرو. والاريا افكتف في الاخر طلعها ب 11 سنتي. ويبقى بيقدر يشيل العمود ده. الاوبل ستريس مضغوبة في الاريا افكتف. لو انا شغال بالل ار اف دي. اه هحسب الروح تطلع هي هي. الاريا تطلع هي هي. هحسب بقى الاندا سي. وهحسب كيو. اللي هي الاريا افكتف على الاريا جراس. وهحسب الاندا سي في جازر كيو. وطلعت 0.28 اقل من 1.1. ازا اف كريتكال عبارة عن اف ييل. مضروف الكيو. مضروف كوس. واحد ناقص 0.348 كيو. في الاندا سي سكوير. دي الاستريس في كريتكال. يقدر العمود يشيل الستريس دي. مضروبة في الريزيستنس فاكتور. مضروبة في الاريا جراس. خلي بالك هنا. احنا ما فيش الريزيستنس فاكتور. هنا المفروض ينضرب. يعني هنا في مفروض اضرب هنا في الريزيستنس فاكتور. احنا كده خلصنا. مش هناخد محاضرات كتير طالما هي اونلاين. هناخد بس المحاضرة دي. وممكن على وسط الاسبوع او يوم الجمعة ناخد شابتر ستة. بس انا عايزة من حضراتكو تحلوا الشيط وتبعتهولي على الخاص. اوكي? انا في حد لي اسئلة جماعة? حد لي اسئلة? في حد لي اسئلة? شكرا دكتور. انا عملت ستوب لريكوردينج. ولو ملكمش اسئلة هعمل ستوب كمان للميتينج. بس قبل ما نقول باي 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 ونمشي قد عايزة اسألكو هل الافضل نكمل اونلاين ولا ناخد المحاضرات في الكلين? ده السؤال بتاعي. ايه رأيكم? سامعيني? يا جماعة سامعيني? سامعيني. سامعيني. سامعينها لتك بقى. طب عايزة اسمار راديو. احنا ممكن نكمل اونلاين اوكي عشان موعيد بس مع الناس كلها مش بتبقى مناسبة يعني ساعد. طب انا اسمعت كده صوت واحد بس انتو خمسة طب اين نبقين بقى? رأيكم ايه? اونلاين افضل. اونلاين. طب اونلاين هنبقى كل اسبوع او كل خمسة ايام. احنا كده فضلنا شابتر ستة وسبعة وتمانية. وتمانية طويل ممكن نقسمه على انا هرفع المحاضرة على اليوتيوب بس برضو في اليوتيوب هتلاقي المحاضرات اللي كانت تحت. السنين اللي فاتت هاي هي تقريبا بس يعني موجودة برضو. اه تحبوا المحاضرة الجاية امتى? ممكن نخلاها يوم السبت الجاية دوكتر نفسنا معادة ان شاء الله. خلاص حالو زي الفوز. تمام. عزنا يوم السبت الجاي الساعة تمانية. سواء بقى كان اجازة كان سبرينج كان عارف ايه فاحنا معادنا كل يوم سبت الساعة تمانية. اوكي? هو ممكن لينك لينك لقناة بتاع اليوتيوب. نعم. ممكن لينك بتاع القناة على اليوتيوب. حاضر. خطها لك على الجروب. اوكي. طب معاليش دكتور كان حريك المحاضرات اللي حريك نزلتها دلوقتي هي هي نفس المحاضرات. لا انا زودت بس فيها كم سلايد كده يعني. عشان كده حطتها لكو تاني. لا مختلفة عن اللي كانت اوخدها انت اعمل كده. تمام يا دكتور. انا زودة فيها تلات اربعة سلايدز بحسب لك بس ازاي الباكلين بنحسبه. يعني جات من معادلة بي اولر والكلام دي. تمام يا دكتور. طب احنا كلشي قولنا يا دكتور في الامتحان هنحل بالل اف ار دي. اه بالزبط كده. تمام يا دكتور. احنا قدامنا دقيقتين على ما زوم ميتنج تخلص فلو حد عايز يسأل حاجة في الدقيقتين دول اتفضلوا. ايه دكتور القناة بتاع اليوتيوب عليها المحاضرات كلها. عليها محاضرات آآ سنة تالتة ومحاضرات الكولد فورميل. الكولد فورميل ده انا بشرحه اللي بتوع الالكتور في المشروع وبشرحه للمستر. بس المستر مختلف شوية. يعني في حاجات اكتر طبعا. فأنا هبص عليها بقى بصراحة مبصتش عليها بقى لي مدة فيها ايه بالزبط. يعني هحاول كده انا كنت فيه مرة صنفتهم بس مش فاكرة بقى صنفتهم ايه. هبص عليها ولو كنت صنفتهم هقولك السكة بتاعيك وفيه. تمام يا دكتور. في حد ليه اسئلة تانية يا جماعة. طيب. آآ خلال الاسبوع انا هنتظر الشيت. آآ السبت الجاي لما نتقابل حضراتكم كلكم لازم تكونوا بعدتوا الشيت. آآ الشيت وانتقول ما انت بتسلمه ديرن الاسبوع. هيتصحح من عشرة. لو تسلم بعد السبت الجاي. هيتصحح من نص دركته. اوكي يا جماعة. شكرا الشيت اللي هو. الشيت اللي هو في اخر اللي هو ده? اللي هو بتاع اما اللي هو شبت. هو ده? اه. اه تمام. هو ده? اه دكتور ممكن سؤال معلش? تفضل. اه هيبقى فيه مترم ولا على حسب? اه طبعا فيه مترم عايزينه امتى? عايزينه في اخر الترم يا دكتور خالص قبل امتحان الفاينال بحيس نبقى احنا لتبنا كل حاجة. بس هيدخل فيه كل حاجة بقى. يعني دعيبه بقى. يعني يوم ما هنمتهنك هنمتهنك لحد اخر حاجة انت واخدها. فقول لنا انت ريدي امتى? اه احنا كده كده دكتور هنبقى بنحضر اصلا للفاينال فمفروض كده كده احنا مذكرين كل حاجة. نعم. كده كده هنبقى احنا بنحضر للفاينال. اه طبعا هو بيبقى مريح للفاينال لان انت بتبقى اولا امتحنت خلاص. يعني ذكرت كل حاجة. بتبقى داخل مرتاح في الفاينال يعني. تمام يا دكتور. تمام. قلولنا بس انت عايزينك امتحنه امتى? هو بس بالنسبة لي مش انتو مع دكتور خالد مقدميني الاربع شتات لقبل كده? لا لسه نقدمهم الدكتور يعني ساب لنا احنا نقدمهم في الاخر. يا نهارو بياض لا انا ما بستناش للاخر. انا.